أحبتي في الله انتبهوا إلى مسألة الله تعالى يرضى عنكم أنت لا تتوقع أنه كل الناس راح تحبك ولا يمكن هذا الشيء ولا راح يصير ولا راح يحصل فالناس ما كانت تحب سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم حبيب الله ما كانت كلهم تحبوا زيب ليش لأن الناس يحبون الرجل ما دام صالحا ولكنهم يكرهونه إذا صار مصلحا فتجدهم يحبون الصالحين ويعادون المصلحين أحب أهل مكة محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعث لأنه كان صالحا لكن لما بعثه الله تعالى وصار مصلحا عادوه وقالوا ساحر كذاب مجنون شاعر حاشا ليش لأن المصلح ماذا سيفعل سيصطدم بصخرة أهوائهم ورغباتهم كذلك حين يريد أن ينتشلهم من فساد نفوسهم تريدون تريدون يسكتون قال أهل العلم مصلح واحد أحب إلى الله من ألف صالح لأن المصلح قد يحمي به الله أمه والصالح يكتفي بحماية نفسه لقد قال الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون بس بس ولهذا ماذا قال في سورة لقمان يا ابني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يعني كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد وحتما أنه سيتأذى وحتى من أقرب الناس إليه قد يكون من أهل بيته المقربين أو من صلة أرحامه أو من أصدقائه في العمل أو جيرانه لأنه يريد الخير لهم هم لا يرون ذذا هم لما كان صالحا الله ما شاء الله نحن نحبه في الله هذا الرجل صالح ليش كافي خير وشره ما له علاقة لكنه لما اصطدم بصخرة أهوائهم ورغباتهم لقد أصبحت عندنا إبليس والله لنؤذينك ولنمكر بك وفعلا من كل عقل هم يريدون المكر به وما يعرفون بأنه كما ورد في القرآن إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور وأنه في الحديث القدسي من عاد لي وليان فقد آذنته بالحرب فأبشروا بالحرب من الله سبحانه وتعالى يا من تؤذون المصلحين عاجلا غير آجل والله سيمكر بكم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله هذا كله كلام صار على التعليق لما ذكرت إحدى الأخوات هنا ممكن رباب قالت يا بختك يا عبد الستار أنت شفت الشيخ دوريد ما كل اللي يشوفون الشيخ دوريد المصلي فرحانين ويفرحون زي؟ مثل ما تشوفون إنه قاعدين إحنا بالتدبر ونذكر أمور كثيرة ماذا الغاية منها؟ الإصلاح إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله وهذا ما رح يرضي كل الناس المسلمين طبعا نحن ما لنشغل أبغيرهم الساعة فالحمد لله رب العالم هذا واقع وهذه حقيقة يعني نحن نرجع وين؟ نرجع إلى السيرة ونرجع إلى سيد الخلق وقائدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو أسفتنا الوحيد يعني ماذا حدث له؟ ما يجينا اتصال يعني أكيد أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يحارف لو بعدين يجي واحد يقوله يقوله ليش أنت ما لك علاقة تشلكك شغل يعني ليش أنت تأذي نفسك ليش ما فلان أنه ادخل بهذا الموضوع وفعل الذي أنت فعلته خليك ببرآنك وخليك بتعليمك وما لك علاقة هكذا بعض الناس قالوا قالوا لي أنا يعني قلت لهم والله أنا ما أستطيع أن أكون غير هذا أنه إحنا يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر متى ستكون الخيرية مشروطة بالأمة الإسلامية؟ انتبهوا هذه القاعدة احفظوها الخيرية مشروطة بالأمة الإسلامية يعني ستكون هي خير الأمم متى ما أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر لا بد أن هذا يستقر في بالكم أحبتي في الله مزيد